نظم عدد من موظفي دائرة صحة ديالة وقفة اهتجاجية على خلفية قرار إعفاء المدير العام علي حسين علوان من منصبه بتزامني مع حملة تواقع الاثنين عشر نائب عن المحافظة من أصل أربعة عشر يمثلون ديالة في البرلمان لمطالبة وزارة الصحة بضرورة عالة النظر بإعفاء علوان من منصبه إلغاء قرار إعفاء الدكتور علي حسين علوان مدير عام صحة ديالة كونه شخصية مهنية ونزيهة وكفوئة وستطاع خلال مدته كمدير عام للدائرة من تمشي وتمور الدائرة بالرغم من عدم موجود موازنة خلال السيطين الماضيتين طالب بإلغاء كتاب الإعفاء بحق كونه من المدراء المتميزين والكفوئين والذي أثبت جدارته في إدارة الدائرة في فترة زمنية وجيزة وفي ظل غياب الموازنة والتخصيصات المالية الكافية تقديم التواقع كان لدعم مدير صحة ديالة مدير عام صحة ديالة رجل مهني رجل من رحم الدائرة قدم الكثير كان أكو تعاون واضح بينه وبين محافظة ديالة فهذا روح التعاون والمشاركة الموجودة شجعتنا كنواب أنه ندعم هذه الشخصية في سبيل الارتقاء بالجانب الصحي في المحافظة ولكن قرار مجلس وزراء قرار محترم سنقوم بمراقبة المدير العام القادم وأيضا لن نترك مدير العام السابق وسنجد له أكيد مكان بديل أفضل من هذا المكان الحالي